أوقات بنبقى محتاجين نمر بالأسوأ عشان نوصل للأفضل فقوة تستسلموا أبدا مهما حصل سلام عليكم وهلو هلو زيكم يا أحلى أميرات حشتوني جدا جدا يارب النهاردة تكونوا بخير وكل حياتكم خير وسعادة يارب أهلا بيكم النهاردة فيديو جديد سيدة إيرانية كمة في الرواءان بقى تعالوا نعيش الفيديو مع بعض بكل أفكارها الحلوة والجميلة بس قبل ما أبدأ الفيديو لازم أرحب بتعليقاتكم طبعا وجودكم اللي على راسي من فوق أحلى سوسو الجميلة بشكرك جدا على كلامك وعلى وجودك معايا وأحلى جوجه طبعا قلبي من جوه منورة الدنيا وحبيبتي كمان مولا شكرا جدا ليك يا قلبي وحبيبتي كمان سوفي بشكرك جدا على وجودك وأهلا وسهلا بيك نورت الدنيا كلها برحب طبعا ده أي حد جديد بينضملي تنسوش بقى السابسكرايب لتحت الفيديو لو أنت لسه مشتركتيش معايا ويه كمان تكتبيلي تعليق علشان أرحب بيك إن شاء الله في الفيديو الجاي لايكاتكم الجميلة يا أحلى أميرات بقى وتعالوا نتابع مع بعض النهاردة احنا بنحب سيدات الإيران يعني بصوا بحس إن في بعض الأفكار كده والروتين عندهم بيبقى بسيط قوي وسهل قوي إن احنا ناخد شوية أفكار منها في ترتيبات وفي تنظيمات حلوة بتبقى حاجات زي ما سوسو كده بتقول مش مخملية يعني حاجات بتبقى وقعية إلى أبعد الحدود فممكن نحنا نستغلها أول فكرة حابيت إن أنا شاركها معاكم بصوا المكان البسيط جدا ده أول ما دخلت كده من مدخل البيت عندها على المطبخ فيه كورنر صغير قوي أنا لو حد مكانها ممكن أسيبه فاضي أو أحط فيه أي مثلا من النباتات أو زرعة أو أي ديكور بسيط لكن هي شوفوا استغلت المكان ده إن هي تحمله الكوفي كورنر جابت الترابيزة بتاعت الكوفي بدأت تحط ديكور بسيط على الحيطة حطت مكنة القهوة والبويلر وكمان بدأت تحط شوية من الحاجات اللي بيستخدمها في التقديم مستغلة المكان ده بطريقة قد إيه حلوة فعجبني فكرة إن هي تقدر تبص للمكان وتدي له أفكار ده اللي قد تقول لكم عليه ممكن من أي مكان صغير عندك أن تتحوليه للأفكار اللي احنا بنشوفها في الفيديوهات مكان لاندري روم أو مكان مكتب أو مكان كوفي كورنر بتقدر نحنا نعمل كل الأفكار دي كمان هنا برضو بدأت تعمل شوية من الديكورات في الانتري اريا بتاعت البيت وازاي تخلي مدخل البيت حلو غيرت من لمسات بعض الديكورات اللي موجودة عندها غسلت الستاير روتين كده بتعمل كل فترة طبعا خصوصا الستاير البيضة اللي محتاجة تنظيفها على طول فبدأت إن هي تعمل كل اللمسات الحلوة بتاعتها كمان هنا برضو من ضمن أفكار التنظيمات عندها أفكار البوكسات اللي بتبدأ تنظم فيها المنظفات بتاعتها وكمان بكر التويلت البوكس نفسه شكله حلوي يعني حتى لو حطيته بس كديكور كده في الحمام هيبقى شكله حلوي بدأت تحط كمان الفوط على الجم فكانت فكرة تنظيم حلوة بس هي طبعا حطت كل الحاجات دي في المكان المعتاد اللي تحت الحوت اللي فيه كل المنظفات بتاعت البيت بس كانت مرتبا بشكل حلوي جدا باستخدام البوكسات نيجي بعد كده على منطقة الليفنج روم بقى والمكان الأساسي بتاع الأسرة والتجمع اللي فيه اللي بدأت كمان تدي لمسات حلوة البيت الأول كانت عاملة الستايل بتاع الأساس كله كان باللون الأسود بس هتعمل تغييرات بعد كده وهتغيره لللون الأبيض يعني شبيه للسيدة اللي احنا كنا لسه شفناها من كام يوم اللي برضو إيرانية بدأت تغير من اللون الأسود لللون الأبيض هو بيبقى لون حلو ومميز جدا وكمان بيدي رواءان للمكان كده ده ما بدأت ان هي تغير فيه الأساس اللي موجود عندها باستايل مشابه للسيدة اللي كنا لسه عارضينها كمان فبدأت ان هي تدي لمسة مختلفة في البيت بس في المنطقتين بسضبط يعني شفتوا ان هي بتهتم بجمالها قوي بتقدر ان هي تنسك ألوان مع بعض وبتقدر ان هي تدي لمسة حلوة للمكان بالديكورات وبالستايل الحلو وبسيطة لأبعد الحدود مش فيه تكلفة كتير في المكان لأ كل حاجة بسيطة وكل حاجة في مكانها المناسب وبتقدر ان هي دايما تدينا كده أفكار حلوة ازاي نقدر نستغيل لكل مكان كمان برضو من تنسكاتها بقى ليه الصفرة لما بدأت ان هي تغاية شوية حاجات لديكورات اللي على الترابيزة استخدامها ليه الشموع بنلاحظ دايما كده ان عندهم عادات وتقاليد كده إيرانية بيحطوا على الترابيزات بيستخدموا الشموع كتير جدا وبيستخدموا كمان ساعات منلاقي كده الترابيزة محدودة عليها طبق رز وتوم وتفاح وفلوس وحاجات كده بتبقى غريبة بس أكيد طبعا هي حاجات تقاليد عندهم ومعتقدات عندهم طبعا بس برضو يعني شوفوا اهتمامها بالشموع دي من الحاجات الأساسية اللي موجودة عندها اللي بتبدأ ان هي تضيفها للدكورات بتاعتها فعملتها على ترابيزة الصفرة أولادها ساعدوها في شوية حاجات بسيطة غيرت المرايا اللي ضفيتها ليه المكان جديد وبدأت تغير كمان من الكوشنز والستايل اللي موجود على الكنبة فبعض التنظيمات اللي ممكن تكون قد إيه بسيطة بجد هتلاقوها بتفرق فيه الشكل اللي عام ممكن بس ان انت لو غيرت مفرش ترابيزة هتحس ان انت عملت حاجة جديدة في الغرفة وحعملت تغيير وزي ما بنقول دايما من الحاجات المتاحة انت تقداري تغيري في دكورات من مكان لمكان بتحس ان انت غيرت شكل القوضة ككل ممكن الكورسي أو البوف أو الترابيزة أو المرايا اللي هي حطها تكون موجودة في غرفة تانية بس هي ضفتها في السفرة فغيرت من ستايل القوضة تماما تعالوا كمان هنا برضو الكورنر ده اللي بدأت ان هي تضيف عليه شوية من التابلوهات برضو ان هي تستغل المكان بتاعها بلمسة جميلة وبدأت تغير كمان المشاية اللي كانت حطاها اللي كانت عاملها قبل كده كانت باللون الأزرق فمجرد بس ان هي غيرت السجادة بتاعتها حاسينا ان فيه منظر جديد غيرت المفرش اللي كانت أو الرنر اللي كانت حطاه في جنب الكنبة مرة دي حطيته على الكورسي الكوشنز اللي كانت حطاها على الكنبة حطتها في بوكس على الأرض فشوفوا قد ايه لمسة بسيطة قوي وتغيير بسيط قوي لما كانت حطا المراية على اليمين شالتها وحطت التابلوهات على الشمال فقد ايه بجد لما سات ممكن احنا نعملها صغيرة قوي لكن بتفرق في شكل البيت عندنا وبنحس ان فيه تجديد مفيش روتين ومفيش ملل في ستايل البيت ده هنا المقطع اللي كنا شوفناه في اول الفيديو وبدأنا بيه بعض التغييرات اللي عندها في المطبخ ازاي بتخلي شكل الكنتر اللي عندها يكون حلو الرخامات بتاعتها تكون شكلها حلو بعض اللمسات يعني شوفوا يا طلعت الكوستر من الدرج وطلعت الترمز بتاع الشاي وحطيته استخدمته ديكور عندها الهكات او طعم التوابل او المنظمات اللي فيها الشاي والسكر بلانشات الخشبية كل دي حاجات موجودة في المطبخ عندنا انت بس استخدميها او وظفيها انت ممكن تستخدميها كمان كديكور وتبقي بتستخدميها وتستفيدي بيها وفي نفس الوقت بخليها شكل الكنتر بتاعك حلو الهكات طبعا اللي على الحيطة دي برضو من الحاجات التريندي جدا اللي بتقدري تحطي عليها بعض الديكورات او الزرع او الفوت اللي بتستخدميها او بعض المجات والحاجات كمان اللي انت بتستخدميها بس بتدي شكل كمان مميز للحيطة وهنا شوفوا هي غيرت بس ترتيب الطقم بتاع الشاي وغيرت مكان البلانشات بتاعت الديكور يعني شوية تغيير بس في اماكن الحاجة فرقت في شكل الرخامة او الكنتر ككل هنا كمان برضو بعض الروتين في تنظيفاتها للمطبخ وبدأت ان هي تعمل شوية ترتبات وزي ما بنشوف دايما كده اللذيذ المساعدة الحلوة اللي بتفرق كمان في جو البيت بدأ ان هما يشاركوا معاها اولادها ويحطوا معاها المشيات وزوجها كمان بدأ يساعد معاها بلمسته النهائية ويرس معاها شوية الحاجات برضو كانت من التفاصيل اللذيذة بتاعتهم وفكرة ان هي في الاخر تحط فوزة الورد وكمان خلت شكلها يكون احلى اكتر بان هي تحط كستر تحتها او ان تحط مفرش تحتها دي برضو بتبقى من الحاجات اللي بتفرق في شكل اي ديكور انت بتحطيه لما بتعملي بليت او بتعملي حاجة تحتي كمان هنا برضو بدأوا ان هما يساعدوا بعض في شوية افكار وشوية ديكورات فكرة المكتبة او فكرة التربيزة اللي بيبقى فيها رف من تحت تقدر ان انت تستغليه ببعض افكار الكوشنز او بعض البوكسات او ممكن تحطي من البوكس بتطلعي منه زي مفرش او زي شال نازل كده منها بتبقى برضو شكلها لذيذة شكلها حلو فتقدر ان انت المكان اللي تحت تحطي فيه كمان ديكورات حتى لو مفيش رف تقدر ان انت تستغلي المكان اللي تحت التربيزات العالية وبتبقى مفيش مفرش عليها طبعا مداريها او كده تقدر ان انت تستغلي المكان الفاضي اللي تحت ده ببعض الديكورات كمان عشان تخلي شكل المكان يكون احلى ده هنا بقى بعض اللمسات النهائية كده وبعض افكار الديكورات للبيت بجد يعني هيقد ايه وسيطة اوي وتحسوا ان البيت كده حاجة شبهنا شوية نقدر ان احنا نستغلي بعض من الافكار ونقدر ان احنا ننفذها في البيت في ترتيبات وفي تنظمات وفي ديكورات في ربي يكون الفيديو النهاردة كده عند حسن ظنكم ويكون الاختيار النهاردة عجبكم اشكركم اكيد على حسن المتابعة لو وصلتوا لحد هنا يا احلى اميرات بتنسوش لايكاتكم قبل الفيديو ما يخلص ويت علاقاتكم اللي دايما بتسعدوني بيها ونتقابل بكرة على خير بفيديو جديد وبسيدة جديدة وبافكار جديدة من السيدات العربية والسيدات الاجانب اشان ناخد تركات لبيتنا ودايما نخليه في احسن صورة نتقابل على خير الفيديو الجاي ان شاء الله ويسلام